من وقت مع جيمس غان مسك رئاسة ستوديهات دي سيو اسمعنا kelâm كتير جدا حوالينا عالم زبات من او العالم ايبيا كرامس هو جهات تابع للمخرج مات ريفز ان في يوم وايام العالم ده هيكون تابع لعالم دي سي يو التابع لجيمس غان. وعرفنا بعدها كده ان حصل اختلاف مبين مات ريفز وجومه مات ريفز وكمان جيمس غان على ان يحصل حاجة زي دي. ولكن بعد الكلام ده اسمعنا برضو كلام تاني على ان فعلا العالم ده ما يسيره في يوم من الايام هينضم العالم دي سي يو. ولكن مؤخرا جيمس جان طلع وقال ان العالم ده هيكمل بعيد عن عالم دي سي يو. وده يأكد معنا كده ان احنا هيتقدم معنا شخصية باتمان جديدة في عالم دي سي يو. واني لحد دلوقتي مش عارفين ممكن مين من الممثلين اللي يعمل معنا الشخصية دي. فلحد هنا يمكن يكون الكلام كويس جدا ومنطقي. لحد ما انا اديت لك برضو هنا على القناة قبل كده اكتر من نظرية على ان فعلا ممكن في يوم الايام رغم من كل الكلام والاخبار دي ان العالمين دول هيكونوا في عالم واحد. ولكن جيمس جان تاني بيطلع ويأكد ان عالم ايبي كرامس هجا هو مستمر بعيد عن عالم دي سي يو. طيب خليني في البداية اقولك كده ان انا بصراحة كنت شايف ان عالم ايبي كرامس هجا لو انضم العالم دي سي يو يكون الموضوع كويس جدا ومناسب بصراحة مع جيمس جان وكمان ما تريفز. ولكن هنا لما تيجي تشوف بقى مسلسل بينجون وعلى الجانب التاني تشوف العالم السينماية الجديد التابع لجيمس جان وعلى الاقل خالص كده تشوف خلفية عن العالم ده ممكن يتقدم ازاي. فتلاقي ان الموضوع يكون مختلف تماما ما بين عالم ايبي كرامس هجا وعالم دي سي يو. وده بقى ان انا جاو اضعها في فيديو النهاردة. نشوف مع بعض كده المميزات والعيوب لو فعلا في يوم الايام عالم ايبي كرامس هجا وعلى الجانب التاني شوفنا مثلا اعلان لكريشا كماندوز المفروض يتعرض معانا في نهاية السنة دي. غير كمان اننا شوفنا اكتر من نظرة كده على فيلم سوبرمان القادم. فخدنا اقول لك ان الموضوع بصراحة يكون مؤذي لحد كبير جدا لو في يوم الايام فعلا بات مان نضم العالم دي سي يو. طبعا من رأيي الشخصي. بعد طبعا ما اتفرقت كده على اول اربع حلقات من المسلسل بينجوين. انت برضو تكون لك رأيي تاني. فلو دي رأيي تاني سيبهولي في الكومنت. انا شايف ان العيوب ممكن تكون اكتر بكتير. وخصوصا ان العيوب اكبر واكتر. استخدنا برضو نناقش الايجابيات. فخدنا اقول لك كده لو فعلا ده مجنوم هيبقى عندنا بداية قوية جدا. مفيش شك ان فيلم بات مان يعتبر واحد من احسن افلام بات مان اللي اتعملت. ومش الافضل فهو على الاقل التاني بعد سدارك نايت. اللي يعتبر كده من اعظم افلام الابطال الخارجين. ناس هنا حبت شخصية بات مان بتاعت روبرت جدا. والشخصية كانت مكتوبة بشكل حلو. والفيلم كمان كان ممتاز. فوق ده كله جسم المدينة بتتطور. والعالم اللي حوالها بيكبر مع مسلسل بينجوين. وبيظهر اشرار جداد كون ده. فالعالم ده بدأ بداية قوية والناس متعلقة بالشخصيات دي. فوق ده كمان مات ريفز المخرج الرئيسي للفيلم اللي هو عنده السيطرة الابداعية. مات ريفز كان شغال على مسلسل بينجوين. وكان بيتكلم مع جيمس جون كتير. يعني الاتنين على طول بيتكلموا مع بعض. جون بنفسه قال قبل كده ان هو قدم لحظات بالفعل على مسلسل بينجوين. وهو بيتعمل كان بيساعد شوية هنا وهناك. فبالتالي فيه تواصل بينهم. اللي عاوز اوصله. يعني فكرة دمج لعوالم دي مش هتكون حاجة مفروضة او غريبة جدا. انهم بالفعل بيتعاونوا وبيتكلموا مع بعض كتير. ولكن بالرغم من حاجة زي دي خلينا برضه اقول لك ان مفيش اسباب كتير تخلي في الاخرين دي تكون فكرة كويسة. ممكن نقول ميزة تانية وهي ان روبرت موثل موهوب جدا. وهيكون اقصر من رائع لو فضل في الكون ده لفترة طويلة. ان الكيميا بينه وبين ممثل اللي هيكون شخصيات التانية اللي هتكون موجودة في العالم ده ممكن تكون حاجة حلوة جدا. خلونا ندخل بقى في العيوب لان في عيوب كتير جدا. والحاجة كده تيجي في بالي هي ان اجواء العوالم دي مختلفة تماما عن بعض. احنا لسه مشوفناش عالم دي سي يو الجديد فمش عارفين ايه النبرة او الطابع اللي هيبقى عليه. لكن لما تيجي تشوف الاعلانات او حتى الصور تعرف كده ان هو هياخد طابع مختلف تماما عن عالم ايبي كرام صابة. جمس جان قال اكتر من مرة ان هيبقى فيه تنوع كبير في الاعمال. كن نلاقي مسلا مشروع يكون فيه طابع رعب. ومشروع تاني يكون جاد. ومشروع تالت يكون اخاف والطف. من الاخر كده هنشوف اعمال متغيرة ومتنوعة في عالم دي سي يو. ولكن في نفس الوقت عالم باتمان بتاع المخرج مات ريفز كان مزلم وكمان جاد جدا. ومختلف عن فكرة فيلم ابطال خارقين هو اقرب لفيلم تحقيق بجد مش مجرد فيلم عن واحد لابس بدلة خارقة وبحالب الجريمة. اللي كان حلو في زا باتمان انه كان واقعي ومبنى على اساس متين مش فانتازيا خارقة. يعني حاجة عالم باتمان ده ارضي جدا. اول ما تدخل شخصية زي سوبرمان. كل ده بيتكسر. لان الفيلم الاول كان مبني على فكرة ان باتمان هو بس بروس وين. انسان عادي جدا. وغني. ما عندوش اي كوة خارقة غير انه تضرب كويس. كان بيتحدى زا ريدلر اللي هو برضو انسان عادي. زاكي جدا. وعنده خطط اجرابية مبتكرة. اول ما تدخل تهتدات عالمية وكونية خارقة. كل ده هيبقى مكسور وهيخلي الفيلم الاول من باتمان يفقد الواقعية. فبالرغم ان فيلم باتمان البارت الاول اتعرض معنا وشفته. ولكن مجرد ما تعرف كده انه هو في الاساس كان تابع لعالم دي سي يو. هتكون متحمس ليه زي الاول. فالموضوع هنا هيبقى محرك شوية لما يدمجه عالم بتاع المخرج باتريفز مع عالم دي سي يو. لان كده هيبقى بيتناجدهم مع القواعد اللي هما نفسهم حطوها للعالم ده. اللي بيدوم بنجوين كمان. هتحس ان كل حاجة هتقلل من اهمية اللي بيحصل في عالم باتمان. والتهديدات اللي بيواجهها مش هتبقى بنفس الخطورة لما تدخل حاجات خيالية اكتر زي سوبرمان والتهديدات الكونية. زي مثلا لما بنشوف في عالم الامسيو. بيبقى فيه تهديدات اكتر واقعية واكتر فانتازية. ولكن اول ما التهديدات دي بتبقى كبيرة جدا بتحس ان التهديدات الواقعية ملهاش اي لازمة. اللي بيخالي امور مش مهمة زي الاول. يعني مثلا في عالم باتمان الريدلر يعتبر تهديد كبير وخطير جدا. ولكن هنا اول ما اتدخل حاجات زي سوبرمان او التهديدات من الفضاء هيبقى شكله عادي جدا مقرارة بالحاجات دي. بيكسر العنصر الواقعي اللي بيخالينا نحب العالم ده. دلوقت بقى له هنتكلم من ناحية البيزنس مش بس الكرات الابداعية. عالم دي سي يو عايز يبدأ بداية جديدة تماما. فالممثل روبرت احتمال كبير يكون مضى بالفعل على عقد. ثلاث افلام فقط. يعني هيبقى فيه سلاسية وخلاص على كده. فصح يعتبر في الوقت الحالي وفي افضل فتراته. واتشار كمان من افلام زي تويلت وكمان شارك في هاري بوتر لكن في الفيلم واحد بس وهو صغير. كده يركز على الافلام المستقلة لغاية ما بقى جاهز ياخد دور باتمان. لكن الموضوع انه مش معقول انه يفضل يلعب شخصي باتمان للابد. روبرت مش هيبقى عاوز يقفز من فيلم للتاني خصوصا لو بقى فيه افلام لفرية العدالة او حاجات من النوع ده. حس انه مش هيندمج بسهولة مع بقية الافلام دي. الممثل ده اكيد عنده افلام تانية. واعتقد بصراحة انه مش مفروض يفضل يلعب شخصية باتمان على طول. هو ممثل موهوب جدا واعتقد ان التلات افلام السلاسية اللي اعملها كده لشخصية باتمان كفاية جدا. واحد من الناس هكون سعيد بيها جدا. سبب الاوضح اللي بيخانين نفهم ان باتمان بتاع مات ريفز مش هينضم العالم دي سي يو هو ان الفيلم الجديد زا بريفن زابولد اللي هيكون عن باتمان تاني في عالم دي سي يو هيطلع قريب. فمعتقدش يعني ان هما يقدروا يغيروا السكريبت بتاع الباردي التاني بكل سهولة علشان خاطر يكون مناسب لفيلم بريفن زابولد او عالم دي سي يو. حرفين كده هتضمر كل الشغل اللي انت بانيته من الاول. ذلك برضو بعد ده كله في ناس لسه مصممة ان ممكن ده يحصل. ففكرة وجود اكتر من باتمان في نفس الوقت مش مشكلة كبيرة. ممكن يبقى عندنا اتنين باتمان بيشتغلوا في عوالي منفصلة. وده كويس. لكن محاول الدمجهم في نفس الكون مش هتنفع. عالم دي سي يو هيكون كبير وضخم وفيه اكشن ومليان قصة متنوعة. لكن في نفس الوقت بيبقى خفيف شوية. لكن على الجانب التاني عالم بتاع المخرج جاد اكتر. واقرب كمان لفيلم تحقيق وجريمة. فهم علامين مختلفين تماما. وكل واحد ليه مميزاته اللي بتخليه رائع بطريقته. فالمخرج مات ريفز عنده رية خاصة لعالم باتمان. اللي يبتسم بالواقعية والظلام والعمق النفسي. فيلم زي باتمان بيعتمد بشكله اكبر على الجوانب النفسية والجريمة الواقعية اكتر من الاعتماد على العاصل الخارقة للطبيعة والفانتازيا. وده زي ما وضحت لك كده انها مختلفة تماما عن التوجهات بتاع عالم اللي فيها شخصيات عندها قدرات خارقة ومشايد اكبر من الحياة. ففيلم زي باتمان حقق نجاح كبير جدا كمشروع مستقل. وده يعتبر صنع عليه قاعدة جمهارية بتحب ان العالم ده يبقى منفصل ويكمل بطريقته. ده يفزي عنده خطة يكمل باعلامه بشكله مستقل زي المسلسل اللي شغلت دلوقتي مسلسل بينجوين او الافلام الجاية اللي هتستمر في نفس الاتجاه او حتى الاعمال المشتكل اللي مفروض شغال عليها في الوقت الحالي وهتظهر معانا بعد كده في العالم ده. وده بقى ان كان في الفترة اللي جاية او حتى بعد عرض البارت التاني من زبات مان. كل حاجة بتوصل معانا ان بالفعل العالم ده هتوسع بشكل كبير جدا. اكبر الدليل على ده نجاح مسلسل بينجوين اللي بتعرض معانا دلوقتي. واللي بيزود الحماس عند جمهور دي سي دي اللي هيتقدم معانا بعد كده في العالم بتاع ايبي كرام صغا. مصدقني مجرد ما العالم ده في النهاية انضم العالم دي سي يو حماس هيكون سفر. بل كمان هيكون اكتر قرار مؤذي للعالم ده ممكن يحصل. عشان كده في الاخر دي كلها حاجات بتوصل ان في النهاية نفي سلبيات كترة جدا هتحصل لو فعلا العالم ده ينضم العالم دي سي يو. فيمكن افضل حاجة بالفعل كده ان جيمس جان رئيس استوديوهات دي سي اكد اكتر من مرة ان العالم بتاع ماتريفز هيكمل زي ما هو بعيد عن عالم دي سي يو. ودي يمكن اكتر حاجة بتطمن كده الجمهور اللي حابب عالم يكون مستقل بعيد عن عالم دي سي يو. وبعد هنا كدام جيمس جان اللي اكد معنا ان العالم ده هيكمل بعيد عن عالم دي سي يو. يخليك تفكر كتير. يا ترى العالم ده هيحصل في ايه? هل فعلا هيتوقف عنده السلسية فقط? ولا ممكن يستمر معانا الفترة طويلة? هل مثلا بيفكروا ان دي تكون خطة او بلان بيه. لو مثلا عالم جيمس جان فشل مع فيلم سوبرمان. طول ينقلوا الروية بتاعتهم في عالم ايب كرام ساجة ويكملوا عليه. يكون هو العالم الاساسي العالم دي سي يو. ولا العالم ده هو اخره بالفعل السلسية وهينتهي هنا على كده. بعد كده نستمر مع عالم دي سي يو التابع لجيمس جان. بس كده يكون فيديو النهاردة خلص. لا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. ولو لسه ما اشتركتش في القناة نزيل اشترك وبيس.